السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله الأخوان وبياكم ما زلنا نستكمل سلسلة كرس الفي سي بي في امير سرتيفايد بروفشنل نحن اليوم بنتكلم حول الهاي افيلابلاتي تايبز ود في ام وير في سفير 5.1 كل شركة من الشركات التي بتقدم نتورك سلوشن بتعمل لها حلول خاصة في الهاي افيلابلاتي مايكروسوفت ستركس وفي ام وير ولكن في ام وير بتعالج موضوع الهاي افيلابلاتي بشكل ادفانس كدا ومختلف تماما عن الكنسبت اللي بتعالج فيه شركة مايكروسوفت وشركة ستركس فالهاي افيلابلاتي في في ام وير بنقسم الى مجموعة امور اول شيء هو عبارة عن الفي موشن والرقم الثاني او النقطة الثانية عبارة عن الفي موشن وثلاثة عبارة عن الكلاستر واربعة عبارة عن الفي موشن وخمسة عبارة عن الدي ار اس والاس دي ار اس وهنا عبارة عن الاس ار ام دي المواضيع اللي بتقدمه شركة في ام وير عشان تعالج موضوع الهاي افيلابلاتي امور ادفانس كتير وبشكل ممتاز جدا فميزة الفي موشن انه بيصد او انه في الحالة دي بيصير عملية نقل ونحتكلمنا فيه بشكل عملي بالفيديو الاولاني من قبل للفيرج والماشين بمعنى انه لو حصل عملية لود بالانسينج على في ام بتتكفل او بتقوم بعملية نقل في ام من جهاز الى جهاز اخر من اس اكس هوست الى اس اكس هوست اخر لكن الاس في موشن هنا بيعتمد على شيئين هو عبارة عن الريسورسس يعني رامات وبروسيسر اضافة انه بيعتمد على موضوع الستوريج عشان الاس الاولى دي معناها استوريج استوريج في موشن ودون الشيئين بيشتغلوا بشكل مانول يعني انت بتعملهم بشكل مانولي مش بشكل اتوماتيك موضوع الكلاستر عشان تشتغل على الهاي افليباليتي والدي ار اس والاس دي ار اس لازم تكون محفز الكلاستر والمقصود بالكلاستر انه تجمع اثنين او اكتر من الاس اكس هوست مع بعضهم البعض وبالحالة دي بتحصل عملية انتخاب الاس اكس هوست الافضل ريسورسس وبينحط كماستر والباقين بينحطوا كسليف وبيمانيج النقل بياناتهم البعض الفلتورنس او ما يسمى بالف تي الفلتورنس مفهوم مختلف بتاتا عندك هنا اس اكس اي هوست وان وعندي هنا اس اكس اي هوستو والاس اكس ده بيحتوي على في ام وده نفس الشي بيحتوي على في ام الغرض منه مش انه لو حصل عملية فلير الاس اكس هوستو بيتم نقل الفي ام للاس اكس هوستوان لا ده مش موضوع الفلتورنس ده هاي افالي بالاتي المقصود بالفلتورنس انه بتحصل عملية ريبليكات للداتا بمعنى الداتا اللي بتنحطه هنا يحصل لعملية ريبليكات او ينقل للجهاز الاخر بحيط انه لو وقع ده الفي ام او حصل لعملية دروب دي بتشتغل لغاية ما يتم مصلاح دي ده موضوع الفلتورنس او الاف تي دي ار اس هو عبارة عن الفي موشن ولكن بشكل اتوماتيك والاس دي ار اس هو عبارة عن الاس في موشن ولكن بشكل اتوماتيك فمش قادر انت تتعامل مع الدي ار اس والاس دي ار اس الى لما تكون عامل كلستر لكن ده ممكن بدون كلستر وضمن ضمن احد الفروق لكن بالنسبة للاس ار ام وانا بعمل بين قوسين وبعطيه في جول ابلاينز عشان هو عبارة عن منتق منفصل بتاتا بتنتقو شركة في ام وير والمنتق ده مصمم الفيرجول سنتر طبيعي جدا هنا انه عندي الفيرجول سنتر بالشكل ده وكل فيرجول سنتر يحتوي على مجموعة من الفيرجول ماشين بالشكل ده يعني هنا عندي في ام وفي ام وفي ام كمان هنا وهنا بتنزل الفيرجول ابلاينز على الديتا سنتر اللي هي عبارة عن الاس ار ام فيرجول ابلاينز ونفس الشي هنا عبارة عن الاس ار ام وهنا كمان بينهم انترنت بسرعات عالية جدا بالشكل ده وبيحصل عملية ريبليكيت للداتا بحيط انه لو حصل احد الكوارث الطبيعية وقعت على السايت 1 وراح السايت 1 تكون جميع الداتا متواقدة على مستوى السايت 2 وحقيقة الاس ار ام او تقنية الاس ار ام مكلفة جدا واللي بيشتغل بالشكل ده دي شركات الكبيرة زي الاويل كامباني زي الكومنيكيشنز شركات الاتصالات لكن كشركات متوسطة الى صغيرة فهي مبتوصلش للشي ده من موضوع الهي او الديزيستر ريكوفري فعشان انت تحفز الهي اففيلابلتي حتكلمنا في موضوع الكالسترس فانا منشئ كالستر باسم ماي كالستر فتراي تكليك وتعطيه اديت سيتنج وهنا بتعمل ترن اون في سفير هاي اففيلابلتي فالهاي اففيلابلتي تكلمنا احنا من قبل انه بعالج موضوع والدي ار اس بعالج موضوع مختلف بتاتا كهاي اففيلابلتي بعالج لموضوع انه لو حصل عملية دروب لفرج والمشين او للاي اس اكس تنتقل الى فرج والمشين اخر والمقصود وهي رننج اترن تايم يعني شغالة لكن الدي ار اس بعالج لموضوع لود بالانسينج وهنا عبارة عندك مجموعة من الاوبشنس انح تكلمنا فيها ممكن تراقع الفيديو الخاص في الكالستر هذا كان عبارة عن فيديو يتحدث تحول الهاي افيلابلتي تايبس ود في ام وير الى هنا كان معكم اخوكم ولا عصام مشكركم على حسن الاستماع وطيب الله وقاتكم شكراً جزيلاً